منذ أن استولت ميليشيا قسد على بلدة الباغوز شرق دير الزور آخر معاقل داعش في سوريا منتصف آذار الماضي وهي حتى اليوم تحتجز الآلاف من عناصر داعش وعوائلهم الذين استسلموا بعد معارك شاركت فيها نساء من داعش غير أن الكثير من المصادر تؤكد أن المئات من هؤلاء الدواعش استطاعوا الخروج من مناطق استيلاء قسد إلى مناطق أخرى في سوريا وحتى خارجها عبر عمليات تهريب ينفذها عناصر من ميليشيا قسد مقابل أموال ضخمة تصل إلى آلاف الدولارات للشخص الواحد وإلا كيف وصل أبو بكر البغدادي إلى إدلب حيث قتل بعملية أمريكية يقول ناشطون كل هذه المعطيات تعلم بها الأطراف المسيطرة على الأرض بما فيها الاحتلال الروسي الذي قال وزير خارجيته سيرغي لافروف إن بلاده تملك معلومات دقيقة تفيد بأن قسد تقوم بإطلاق صراح دواعش محتجزين لديها مقابل رشوة مالية مشيرا إلى أن بلاده تتحقق من تلك المعلومات روسيا التي بادت تتمدد اليوم في مناطق عدة شرق الفرات قالت إنها قليقة من تهريب الدواعش إلى مناطق آمنة في سوريا وأنها قامت بإبلاغ القوات الأمريكية بذلك للحد من هذه الظاهرة في وقت قال سوريون إن روسيا تتذرع بتلك الحجج لجعل الدواعش شماعة لجوائمها ومجازرها المتواصلة منذ عام 2015 ميليشيا قسد كانت خلال تنفيذ تركيا عملية نبع السلام شرق الفرات قد هددت بإطلاق صراح الدواعش واستخدمتهم كورقة ضغط على المجتمع الدولي لا سيما الدول الأوروبية التي رفضت الكثير منها استعادة مواطنيها المنتمين لداعش لكن تركيا قبل أكثر من شهر بدأت بترحيل العشرات من الدواعش ممن ألقت القبض عليهم خلال عملياتها الأمنية داخل تركيا وفي سوريا ترجمة نانسي قنقر